جمعتكم مع التوليفة مع أحمد مراد برعاية عيريد على نجومة في أم ونجومة في أم تيفي نجومة في أم على كيفك يا مساء الفل وحشتوني جدا جدا معارضة في الستوديو معايا ضيف بصراحة بيستدعي بالنسبة لي ذكرة خطيرة جدا أولا أنا اكتشفت مبارح أن أنا بكتب بقالي تقريبا 18 سنة وتخضيت صراحة لأن أنا كنت دايما ما بعدش الوقت يعني في يوم من الآيام من 18 سنة دخلت دار ماريت في وسط البلد عشان أنشر رواية الأولى وهناك التقيت بأصدقاء هم لغاية النهاردة هم أصدق ناس قريبين مني بس قبلت حد بصراحة عقدني في تاريخ الكتابة لأنه اداني الكتاب بتاعه كان أول حاجة أقراها لي مجموعة قصصية مقدرش هنساها خالص على الفكرة اسمها بجوار رجل أعرفه وفي اليوم ده خدت المجموعة وروحت وبدأت أقراها وبصراحة غيرت لأنه حسيت أن فيه ألم رشيق بشكل كبير قوي مش عارف أجيب أنا الحتة دي يعني هو راح في حتة قصة قصيرة أنا ما أكتبش قصة قصيرة بس هو متمكن وحرق وعمل زي الموسكت في الكتابة ومن اليوم ده أصبحنا أصدقاء قوي وبصراحة صعب أول بني قدم يقابل رجولة وفن في نفس الوقت وإنسان ممكن أقول إن هو مشي حرفيا حافي في هذه الحياة جمد قوي 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 مع كل الزلط والإزاز زهق إن هو يعني ممكن يعمله أي حاجة من كتر ما هو شافت الجارب تستحق إن إحنا نسمع منا حاجة النهاردة وبصراحة جاي كمان عشان مع مشروع أنا شايفه سؤال كبير قوي عندي بقى لي فترة بسأله والنهاردة قررت إن أنا أستضيف صديق العزيز والعزيز قوي كمان محمد فتحي دكتور محمد فتحي الكاتب والحاجات الكتير قوي أنا أشعرت مبدئيا وبعدين 18 سنة دي خلتني أشعر بزيادة كده وكتشغل بالك برده وبعدين يعني أنا هقلع لك الساعة برده نفسي على إن أنا دمع فأنا طبعا أنت حتعذرني في سوقي سلامتك كل ده عياني ده باشا أنا أولا سعيد جدا إن أنا معك يا أحمد أنت يعني مش عايز أتكلم كلام فالناس تفتكرت أنا برد لك واتنين صحاب بيجاب له بعض على الأسف عايز أقول لك يعني لأنا ما قلتش كلمة فيها أي مبالغة عن اللي وأنا بقول أول حاجة قبل ما نتكلم كده بجوار الرجل عارفه وعايز أقول إن الحمد لله كان وشينا حلو على بعض وأنا لا أنسى ليك حاجات كتيرة جدا جدا من أهمها إن في ناس كده لما تعرفهم يبقوا عاملين كده زي علامة يعني بيعلموا معاك وبيعلموا عليك في حاجات بيعلموا معاك في المساحة المحبة اللي أنت صعبت تعرف إحنا كنا ساعتها أواخر العشرينات بدايات التلاتينات والكلام ده كله فكنا بنظن إن إحنا مش هلاقي صحاب تاني بقى خلاص يعني اللي صاحب صاحب واللي عنده صاحب جدع خلاص عارف صاحب إنما إحنا لقينا لا ده هدايا الحياة أجمل بوجود حد زي أحمد مراد وكمان أنا لا أخجل وبالعكس ده أنا فخور جدا إن بقول إن أنا تعلمت منك حاجات لها علاقة وفي جيل كامل لتعلم منك حاجات ليها علاقة بالكتابة ليها علاقة بإزاي إن إنت تجعل من الكتابة شيء جميل يمكن أن تقوم بتسويقه لجمهور مختلف وإن إنت إزاي تعمل براندينج للأدب وإزاي تعمل ماركتينج للرواية كان عيب ده يا فتح الفاكر كان عيب جدا وكان فيه إخناقات وكان فيه وإيه ده إيه يعني إيه مقطوعة موسيقية للرواية يعني إيه إعلان يعني إيه برومو زي ينزل في برومو للرواية فأنا بحب جدا فيك هذا الموضوع إنك دائما بتبحث على الجديد ويمكن الناس ما كانتش معنا يعني قبل الهوى إحنا كنا عاديين بنتكلم عن الإيه آي وأحمد مراد بيوريني كالمعتاد الحاجات اللي هو سابق فيها كالمعتاد وعمال بقى يغششنا ولها لأ ده دي الطول دي تستخدمها دي الطول دي ما تستخدماش وبعدين فجأة يقول اكتب اللي أنت عايزه أنا سعيد جدا إن في حد في قيمة أحمد مراد في حياتنا الأدبية والثقافية والكاملية ومش بقول ده والله عشان حاجة لكن أحمد يعلم محبته عندي عاملة إزاي بعدين أنا أسير الناس الولاد البلد اللي هم عندهم التوقع يعني البرنامج اسمه التوليفة هو أحمد مراد عنده التوليفة بتاع ابن البلد بتاع السيدة زينب خريج مدرس الفرنساوي أمه العزيزة العظيمة السيدة فاطمة الزهراء العظيمة دي اللي أنا كل ما بشوفها بعايزة بوس إيديها وبوس دماغها وعم سيد مراد الرجل المصور المحترف العظيم اللي قعدته لا يملي منها ربنا ربي يخليه ويبرك لنا في صحته أنا فعلا سعيد يعني اللي بيسمع الكلام ده أرجو إنه ينسى إن ده برنامج ويسمع قعدة اتنين صحاب مع بعض ربما حيلاقي فيها نفسه في شكل ما هي دايما كده وربنا خليك لها متشكر يعني أنا أنا اللي اتكسفت عفو حبيبي حبيبي طيب دلوقتي أنا نهاردة جاي أتكلم معك في كذا موضوع لأن انت بدأت تاخد أرض جديدة خالص في حتة صعبة وأنا بقول الزاكي في هذا الزمن هو اللي مش بيدور إيه الموجة اللي موجودة أركبها قدم أنا ممكن أخلق موجة جديدة ده اللي أنا دايما مفكر فيه في كتابة رواية في أي مشروع كده محمد عايز اسألك سؤال هو إحنا إيه مشكلتنا مع كتابة الطفل في مصر يعني أنا بصراحة بصراحة يعني أنا لو بنتي لو لما كانت صغيرة لما أجي بجي بلاها كتب أطفال عربي كانت ببصّلها كده ويعني في نفور كامل وتجري على البرانسسات وكتب الألوان الملونة الأجنبية الجميلة وبتاعها ولما نجي نقرأ لها بالعربي بصراحة إما مامتها تقعد حقنها تزغطها إما بلاش يعني بس مفيش طفل عنده غير لما نطلق وين بيكيد والحاجات دي بدأوا يجروا جارية على الحاجات دي بس ما لهو فيه إيه مشكلة أدب الطفل في مصر مشكلته فيه فترة من الفترات إنه كان غير مشوّخ وغير جذاب وكان يعني البعد المعارفي فيه أكثر من البعد الخيالي على رغم إن إحنا بتوع الخيال يعني إحنا ألف ليلة وليلة دي يعني بالنسبة لنا هي منبع الخيال المادة الخام للخيال كانت في ألف ليلة وليلة مرورا بقى بالأساطير اللي كانت بتتحكي لنا مرورا بإن أدب الأطفال دي بدايات عند المصرين القدماء على الجدران قصص كتيرة أه طبعا قصص كتيرة من القصص الفرعونية هي كانت بدايات الحاجات القط اللي بيلعب شطرنج وبتاعها كان فينا شايف دي بدايات كاريكاتور وبدايات حاجات أطفال وعايز أقول لك إن سندريلا ما هي فيها قصة فرعونية هي الأساس بتاعتها للي ما يعرفش يعني طبعا سندريلا الكصة المشهورة هي موجودة عندنا في الحضرة المصرية بتاعتنا وإحنا لما بنتكلم في الكلام ده بنتكلم في الكلام ده بفخر لكن دايما إحنا عندنا المشكلة الحقيقية اللي أنا وإنت عارفينها بتاعت إن إحنا عندنا الجوهرة بس مش عارفين نشيل التراب من عليها بيجي حد دايما يحاول يشيل التراب بيتطرب هو شخصيا في الأول بس ده بيبقى كويس عشان نكتشف الكنز اللي عندنا فتكتشف إن واحد من الأباء الأوائل الكتابة للأطفال كان كامل كلاني بس تكتشف بقى بعد كده الخطوات والمراحل اللي شافها أدب الأطفال عبتها بيوسف الله يرحمه أستاذي عقوب الشاروني ثم الأجيال اللي بعد كده اللي هي بقت يعني مخلصة جدا لأدب الأطفال الأستاذة فاطمة المعدول الأستاذة الكبيرة سامحة أبو بكر عزة الأستاذة دكتور عفاف طبالة وأسماء بقى أخرى عمال إنت بقى إيه تزرع كده فيها البزرة لغاية لما بتوصل للمرحلة بتاعت إن هذا الطفل في هذا الزمن زي ما أنت بتقول كده بيجري على إيه بيجري على الحاجة الجذابة الحاجة اللي شبهه هو مش عايز في البداية حد يديله السم في العسل زي ما بقوله هو مش عايز في البداية حد يديله إرشادت خلاص يعني إحنا خلصنا من الموضوع ده هو عايز الحد يحترم خياله طبعا بمجرد ما بقى في ناس مكتب الخضرة وزمان در معارف كانت برضو فيها تجربة ستيل موجودة أو ستيل بتطلع حاجات المكتب الخضرة أنا كنت بجيب تنتان يا فتحي تنتان أنا كلنا بنقول تنتان وهو تنتان بره بس هو تنتان عندنا بس أنا بحب أقول تنتان مو ده الحرفانة بتاعت التعريب إن إنت زي لما تمصر الشخصية تخليها شبه كنت إيه تنتان مين الراجل مين الراجل اللي خلى دونالدك بطوت صحيح يعني بطوت ده بالنسبة لنا مين اللي خلى رازل جو فيه يخليه بندق صحيح وجاب منين دونجل يعني دونجل ده الجمدة جدا فتكتشف إن كان فيه مجموعة أنا عندي صاحب في الهلال مسمينه دونجل لغاية تلوارت الحمد لله احنا عارفوا إذا أقول لك إن كان فيه مجموعة من الناس قاعدين في دار الهلال في مجلة ميكي وهما بينشؤوها في نهاية الخمسينات عشان يمصروا صح وكان منهم دي بقى المفاجأة الكبيرة وكان من الناس اللي شغلت في مجلة ميكي في بداية أهل وستاذ محمود سالم اللي كتب المغربون الخمسة واللي كتب الشغطين التلاتاشر طب وبد حتى ده على فكرة برضو اختفى برضو من السوق هنعزين نعرف ليه بس احنا بقى تعالى الأول ناخد أغنية عشان نبرد يلا بينا وكله يجيب شاي باللبن وكله عشان نرجع فاتح يقول لنا النهاردة أسرار احنا ما نعرفاش عن هذا العالم الجديد متشكر أقو على وجودك معنا النهاردة دكتور محمد فاتحي يعني رسميا وصديقي فاتحي حبيب قلبي على جنب يعني دي جسة تانية بس النهاردة بنتكلم عن تجربة أدب الطفل وسألت فاتحي في اللينك الأولاني هو ليه ما فيش أدب طفل والإجابة هتلاقوها في الحلقة المتفرجوا عليها والنهاردة عايز أسأله أسئلة كتير قوية من أهم حاجة في الدنيا هو أصلا فيه فاتحي فرق ما بين الأدب العادي وأدب الطفل يعني النهاردة لما بنيجي نكلم طفل صغير وبنقول له ايه انتي اسمك ايه وبنعمله الحاجات السخيفة وبيبقى شايفنا فيش آي كده انت عارفه احنا ما بنكلمش الطفل كده دلوقتي وهل فيه النهاردة خط موجود ولا الموضوع صحيح ولا أصلا إيه أدب الطفل خليني بس أقولك في الأول هو ما فيش أدب طفل وفيه أدب طفل محاولات عظيمة في مصر وفي العالم العربي وبالعكس ده فيه تقدم كمان بالوقتي في الآخر مثلا خمس ست سنين فيه على مستوى الأفكار اللي بتتعمل للأطفال وعلى مستوى الكتاب اللي بقوا يبصوا حواليهم بدل ما كانوا بيبصوا تحت رجليهم بس وبدل ما كانوا بيدعبصوا دايما في كتب التاريخ والتراث الأديمة ويفضل يحفر في نفس البير لا إحنا عندنا أدب أطفال عظيم وعندنا زي ما قلت كده رواد ورائدات لأدب الطفل بشكل كبير أدب الطفل هو أدب فيعني وفيه خلينا نفصصها كده أدب وطفل أدب إحنا كلنا عارفين إيه هو الأدب الأدب الكتابة الجميلة البليغة البديعة اللي ليها ألوان مختلفة قد تكون قصة قد تكون نثر قد تكون قصيدة قد تكون أي حاجة لما بحط جنبها الطفل أعرف أن هذا هو بالأسلوب بتاعك ده تارجت أودينس بتاعي يعني أنا أدب بستهدف به الطفل وبالتالي أنا لما أستهدف طفل بقصة لازم القصة دي يكون فيها ما يجعل الطفل يعني منجذبا إليها يعني سعيد وهو بيتفرج عليها أو بيشوفها أو بيقراها أو بيسمعها لأن ناس كتير فجأة يفكر أن أدب الطفل هو أول حاجة بتربي ولدنا لا ده أنا خليني أقولك أن أول حاجة بتربي ولدنا أو بتخش في المغم وتعلمهم الخيال أغاني المهد اللي بيسموها أغاني المهد اللي هو نم نم واتباح لك جوز حمام ديت اللي هي مرعبة لما نعرف معناها ونتابع معناها لكن نم واتباح لك أيوة حاجة بسعارة أنا بقول إحنا عندنا ترس بس إحنا عندنا الهدهدة دي الهدهدة دي اللي هي حمامة بيضة طارت ينينة منينة جبها الهدهدة بتاعت صوت الأم اللي بيعمل ده أول حاجة في التربية بتخش وبالتالي أنا عندي أدب الطفل ده بيبدأ من ده المفاجأة بقى بقى في حاجة كده دلوقتي مصطلح معروف اسمه أدب الطفل الجنيني اللي هو إيه الجنيني ده تقولك الكتاب ده لسن من صفر لاتنين جبت منين يا عم الصفر ده وتقالك مش انتو يا جماعة بتقولوا إن لما الأم وهي حامل بتسمع مزيكة حلوة الولد ممكن يبقى طالع هادي وبيحب المزيكة الحلوة دي دراساته أبحاث قالوا أيه قالوا طيب الأدب الطفل الجنيني ده اللي هو الطفل اللي يستمع إلى الحكايات البسيطة الغاية في الجمال من وهو جنين ويسمعها حتى وهو لا يعي الكلام ده سواني فاتح عشان بس هسأل على الحاجة ما تعلقتني شوية عشان كانت بس انت عارب بنتي لما تولدت التانية بالذات كانت بتسمع فيه اللي أزرق فما عرفش يا ساتر يا ساتر طب مني بس عشان روكا دلوقت المضطر إن أنا أتساءل عن مصيرها عادي ولا إيه على حسب الجزء الثالث على حسب الجزء الثالث يعني لازم نعمل رقار في جزء الثالث كمل إيه باش كمل إيه باش صد ففي مصطلح كده موجود هو فكرة الأدب للجنين أدب الطفل ده لازم أبقى فاهم ودي حاجة مثلا حصلت لنا يا أحمد كنت من سعداء الحظ جدا جدا واحدة من أجمل تجارب حياتي إن أنا كنت في فريق الكتابة بتاع عالم سيمسم فعالم سيمسم لما جو مينا مصر يعني كان الأستاذ عمر قورة وكان أصدقائنا عمر سمير عاطف وقل حمدي وأسماء تانية بقى يعني هتلاقي تامر إبراهيم كتب وهتلاقي محمد سلمان عبد الملك كتب وهتلاقي محمد رجاء كتب وتامر عبد الحميد كتب اللي هم الأسماء من أهم الناس الموجودة النهاردة على الساحة من أهم الناس الموجودة على الساحة فدولنا كتالوج قال لك وانت فاكر إن أنت بتكتب للطفل كده وخلاص وانت فاكر إن عالم سيمسم ده كده وخلاص وهو عنده سنة بيعرف إيه وهو عنده سنتين المفروض يعرف إيه ويبقى مزاج quicker عمل إزاي وهو عنده ثلاث سنين بيتنرفز من إيه والمفروض ييميز بين إيه وبين إيه وهو عنده إيه ده ده إذا كل اللي أنت بتكتبه لما تطبقوا على الكلام ده أنا أقول لك أنا أنا مش هصحح لك الواجب أنا هبصلك على الكلام ده الكلام ده يناسب الطفل اللي هنحن بنخضبه اللي هو مرحلة ما قبل المدرسة ولا ما يناسبهوش ينزبوا اهلا وسهلا. طلع قلو وجميل تمام. ويعملوا فوكاس جروب. يجيبوا اطفال ويجربوا عليهم الكلام اللي بيتقال. فالولاد يتبسطوا. فانا اتعلمت من التجربة ديت حاجتين. موضوع ان انا عارف القارق بتاعي. عارفه كويس جدا وخصوصا لو طفل. وده فدني بقى يعني بعديها بعشرين سنة. انا اتشرف ان انا جزء من اللجنة لجنة تطوير للمناهج الاعدادية. يعني الحمد لله. وفكرة ان يجي وزير تربية وتعليم زي الدكتور رضا حجازي ولا تيجي دكتورة عظيمة زي الدكتورة ميرفا تديب. اه ولا يجي حد زي الدكتور اكرم حسن رئيس للمركز القومي للمناهج. يقول لك احنا عايزين كتب اطفال من ضمن اللجنة اللي بتعمل تطوير المناهج الاعدادية. فانا اول حاجة يتم الاتفاق عليها هي ايه? يا تارى اللي في اول اعدادي وتاني اعدادي وتالت اعدادي دولة سمتهم النفسية والمعرفية ايه? عمر ما حد فكر في الاتجاه دي خالص. لا اول مرة بتحصل. طبعا. فانا ابقى مبسوط جدا. ويقول لك ايه مشكلتكم على المناهج. الكتابة ما بتبقى. فاحنا محتاجين اللي يكتب المناهج دي. فيه متخصصين هيحطوا المادة العلمية. وفيه ناس بتوع الصياغة. هيقولها الصياغة. هيقولها ازاي. مش عايزين قصص رعب او عفاريت او حاجة. اخلينا اقولك على حاجة. ان السمات بتاعة المرحلة دي بتتكلم على الفضول والرغبة في البحث عن الهوية. ففيه قصص فيه كلام يعني ممكن تلاقي موضوعات عن ما هو المرحلة دي تعرف. طبعا. ممكن تلاقي شخصيات مسلا يعني احنا كنا. في الاعدادية الفتحي? تخيل. لا يا فتحي. والله والله. من ضمن الحاجات الاهتمامات اللي ليه علاقة. انا مش بقول تصريح انه هو مسلا دي معلومة ان عشان بس ما حدش ياخد الانوان يقول لك ايه? الراب سيكون في المرحلة لا انا بقول على اهتمامات الطفل. بالطالب. اللي في المرحلة الاعدادية حيلاقيها ممثلة في الكتب اللي يعرف ما والراب ده مش جزء من الموسيقى. انا لما عرفوا ان في ايه مزيكة اسمها كزا بس افرق له بين المزيكة اللي ينفع تثري وجدانه والمزيكة التانية اللي هو لازم يبقى عارفها برضو. بغض النظرك. اما احترم زوقه. ما هو ده نوع من انواع. من نسيجه اللي هو طالع منه طبعا. لما اجي اتكلم يعني مع عن الشخصيات العظيمة اللي في المناهج. اه دايما يجبولنا الشخصيات اللي من التاريخ القديم. دايما يجبولنا العالم الفلاني وعمل فلان عمل ايه وسو ايه. على عيننا وعلى راسنا ولازم يعرفهم. بس لازم يعرف كمان ان دلوقتي في ناس مهمة بتشتغل. طبع. دلوقتي في ناس اسماء عظيمة ومهمة موجودة في كل المجالات. ناسا هتلاقي في ناسا مصريين. اه والبعد العربي. اللي هو يعني في الاخر انا لسه جاي من دبي بيتكلموا عن البعد العربي في منائج التعليم. وقول لك انتو عملين تقولوا عصلي احنا عايزين الوحدة العربية وانتو كل منهج بتاع تاريخ بتراعوا فيه بس تاريخ المحتل مش بتراعوا فيه تاريخ العلاقات العربية العربية. لأ ده هيبقى موجود وموجود حلو وموجود بشكل. شبابة عارفين عن المغول اكتر من العلاقات العربية العربية. متخيل. صحيح. متخيل. يعني مش عارف اقول لك كيف بس ده دي منطقة مبهرة. محتاج اسأل عنها اكتر. تعالي ناخد واحد هنا ونرجع تاني. انتو لسه معا. انتو لسه معا. التوليفة مع احمد مراد برعاية عيريد على نجوم افقام. ونجوم افقام والبرد ده يا جماعة ما نروحش علي. اه الموضوع. اه دلوقتي احنا منتكلم النهاردة مع دكتور محمد فتحي على المنطقة بتاعت ادب الطفل وفكرة هل فيه ادب للطفل وادب لللي مش طفل وكده وتكلمنا في اللينك اللي فاته. وبعدين عايز اسألك سؤال برضو اه 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 الفرق ما بين اللي بتقدم في اوروبا وامريكا بما انك النهاردة لانك قلت حاجة مهمة قوي في اللينك اللي فاته هو ان انت دلوقتي من الناس اللي بتعمل تطوير للمنهج بتاع اعدادية بالنسبة لادب الطفل. قلت ان انت بتدخل موضوعات عصرية الطفل ملتزم ان هو يبص عليها في التيك توك وبتاعه وبنخاف نكلمه في الكتب. فلا تعالى نتناقش في كل حاجة عشان الطفل يفهم. بس وايه الفرق ما بيننا? يعني يا فاتح اقولك بصراحة يعني وانا ليه ما نطلعش اليابان ايه بعد فاتحي? يطلع اليابان ياكل السوشي ويقوم طلع حضر في مدرسة محاضرتين وياخد النسخ من الكتب يديها لحد مترجم يباني هنا ونلطعها ونخلصها ونبقى اتطورنا معلم في خمس ازاي وما ننطش النطط اللي ده ازاي عملت. ايه الفرق اللي هما بيقدموهنك عن اللي احنا بنقدمه هنا? ايه اللي حصل? بص حقولك وجهة نظر الشخصية يعني مش شرط تكون صح. بس انا اعتقد ان هما سبقين كتير. سبقين في الخيال. سبقين في الجرأة. سبقين في امكانيات. وحديك مسلا بسيط. احنا قعدنا قد ايه في ادب الاطفال خايفين ان احنا نقرب من حتة زي التحرش الجنسي. كتير. قعدنا قد ايه خايفين نقرب عند الاطفال من حتة زي الموت. حتة زي طلاء الاب والام. حتة يعني حتة زي العنف الشديد. ده احنا يا راجل ده احنا عارفنا كلمة مفرد التنمر دي لما كبرنا. صح. يعني كلمة احنا نعرف. احنا كنا نتنمر وحنا صاهرين عادي جدا وعلى بعض ومش واحدين بنا نده تنمر. ده انت تلت تربع اغنيك. بقولك دونجل. مسمينه دونجل غيرت النهاردة. رجل عنده خمسة وربعين سنة بتقال له دونجل. تربع اغنيك وافلامك وافلامك الكوميدية. ايمة على التنمر. صح. فانت بتيجي فجأة بتضرب بتضرب مفكك كده في الحتة بتاعت القناعات بتاعتك والحاجات اللي انت تربت عليه. فهما سبقين في الخيال. سبقين في الجرأة. هما اكثر جرأة في البحث عن الموضوعات المختلفة. يعني احنا لسه قريب بس قريب بس. بنتكلم على فكرة الطفل اللي ينفع يسأل اسئلة وجودية. ده احنا هنا في مصر وفي العالم العربي. قبل كده لا. عيب. حرام. لا لا لا. والاب والام مش عارفيني جاوب. برا لا. برا هما سبقوا للمرحال دي. طوصل اللي في تراكم. طبعا. من التجربة. هما وصلوا لمراحل في السوسيولوجي. علم الاجتماع. طبعا. ان هما فهموا من من كتير ان الطفل ده ما ينفعش تحجب عنه. اللي بيشوف على يوتيوب ما هو. ده ما هزار يعني ما هو. بس في تجربة عظيمة جدا اتعملت مسلا. يعني انت عارف انت عندك التابوهات دايما. اللي هي الدين والجنس والسياسة. لا هما التابوهات ديت بالنسبة لهم في قدب الطفل هو لا انا حد ديك الدين للمبتدئين عامل ازاي. ايه هو الدين ويه ازاي ويه امتى وليه لازم نحب ربنا وليه ولما تسأل عن ربنا تعرف الاجابة. وعندهم السياسة اه هيديك برضو السياسة للمبتدين. ولما تسأل عن الجنس يديك الجنس المبتدين التربية الجنسية دي اللي هي بقى الترند بقى بقى في عدد من قصص الاطفال العربية دلوقتي. ما هي هما بدقنا اشوف بدقين بقى لها من قد ايه. لذلك لذلك انا لما جينا في مرحلة من المراحل اللي هي المرحلة اللي الكلمات فيها ديزني على المثلية. وقيت لك احنا هندعم المحتوى المثلي في افلام الكرتون. فيه فجأة رعب حصل عند الاباء والامهات وخصوصا المصريين والعرب بشكل عام. من فكرة ان انا سايبه وانا متطمن قدام ميكي وقدام بطوت وقدام. فجأة يعني تخيل ان ميكي وبطوت يبقوا من قوم لوط. يعني فجأة كده. فجأة كده في حاجة تحصل في الموضوع. فالعيال العيال حيبقى عندهم مفهوم غلط. المقابل بتاعك ايه? انت لما جيت تواجه الموضوع ده عملت ايه? اغلب الناس قالت احنا مش هنيجي نعجب الموضوع ده خالص احنا هنلغي اشترك ديزني اللي عندنا وهنلغي كذا وهنلغي كذا وهنلغي كذا. طيب انت عملت ايه كده? انت ما عملتش حاجة. بينما بعض الناس والحمد لله ان انا كنت منهم يعني تقريبا القصة بتاعتي هي الاول قصة بتتحدث عن الموضوع. اسمها شيء غير طبيعي. اوكي كلمني هنفتح. شيء غير طبيعي يا قصة للاطفال فوق ست سنين. مم. بنتكلم فيها بمنتهى البساطة عن ايه هو الطبيعي وايه هو غير الطبيعي. انت عندك مشكلة ان انت لما تيجي تكلم الطفل الصغير ده ما ينفعش تقول له المفردة دي. يعني يعني المثليين. ما ينفعش تقول له كده. وعندك تحدي تاني ان انت ما تقولوش الموضوع بطريقة تلفت نظره للموضوع. مم. لا ده انت لازم تيجي عند الاساسيات. ايه الاساسيات? حبيبي في حاجة اسمها طبيعي. في حاجة اسمها غير طبيعي. حبيبي الكلب بيهوهاو. طبيعي ولا مش طبيعي? طبيعي. ينفع الكلب ينو نو? لا ده مش طبيعي. مم. الشمس بعيدة ليه عشان الشمس بتعمل كزا وكزا وكزا. لو الشمس قربت ده هيبقى طبيعي? لا مش طبيعي ده هتحرقنا. مش هنلحق ناخد بالنا. مش هنلحق بالزبط ناخد بالنا. فكرة ان ان انت تغرس عنده فكرة التمييز فانت ما بتتكلمش عن الموضوع بشكل مباشر منفر وانما بتتكلم عن التمييز التمييز اذا هو عارفه حتى لو شافه فيلم كارتون بيميز ان ده غلط بمواجهة المشكلة مش ان احنا نبعد وان اعتبرها مش موجودة لانه هتلفله انت بتبعد وتجري من اي حتة تانية ولو جاتل من راح تصحبه حكاله او حد في الفصل بقت اسوأ انا من مدرسة ادي البديل مش امنع اللي موجود هتدي البديل هتعرف ان انت مش عجبك افلام الكارتون اعمل فيلم كارتون مش عجبك كزا وكزا وكزا مش عجبك الاغاني اللي بتتزاع على قنوات مش عارف ايه وفيها كلام في النص في دعاية مثلا دينية او دعاية سياسية لطيارات بعينها اعمل اغاني احنا انا وانت من جيل متربينا على اغاني عياد الطفولة صفاء ابو الصعود سعد بنبيها كنا في انه سعد نبيها فاكر اه ان لسه مقابل في دبي كنا بنتكلم على فكرة كل بلاد الدنيا جميلة لكن اجمل من وطني لا فجأة انت بيتكلمك في حاجة زي كده بلحن جميل ورشيق وهو هو اللي غدنا جده علي احنا متربينا على الاغاني دي دلوقتي هل انت في اغاني بتقدم للاطفال هل الراب اللي كنا بنتكلم عليه دوت هل فيه دايما احنا لقيه الاب والاوم اللي هو ايه راب لأ مهرجانات لأ طب هل انت فكرت في ان انت لما يعني تعرف استخدم الراب بس تقدمه حاجة وايه تراب وايه الفرق بينهم وهل انت فكرت ان انت تستخدم ده في ان انت تقدم له حاجة ما انت بتحب اغاني مكي ليه عشان مكي ما بتزلش الموضوع مكي عمل بعض اغنياته بتحس ان هي اغنيات فلسفية اه ده في حاجة عن صدقة الشارع واحترام الجار اه مسلا بتاعت الاغنيات المتصورة كلفة طلبية مسلا اللي عملها اه وعمل حاجة عن الادمان وبيكلم عن الادمان بيقد وبيكلم ابنه يعني بيكلم ابنه يا اببي بيكلم ابنه وابني بيكلمه يعني فده نوع من انت ليه افترضت ان عشان فيه نوع وحش فكل النوع ده او نقفل عليه او احنا في زمن يا احمد انت عارف وانا عارف وعندنا عيال احنا الاتنين هم بيكبروا اسرع مننا كتير وهم وحنا في سنهم ما كانش دي معارفنا ولا كان ولا كانت عنينا مفتوحة اوي اوي كده دي عيون مفتوحة بالتساع اليوم المفتوح في اليوم فاكر اليوم مفتوح ده كنا بنبقى بناخد اجازة اي في يوم مفتوح وبتاع يعني معنا انت بزيون شغال طول النهار دلوقتي هو بيماسك الموبايل ده العالم مفتوح اه ماشا احنا دلوقتي ابنك قادر على ان يصنع محتوى هو هيخش على التشانل دي وهيشوف ده وهيشوف ده وهيشوف ده وهيعمل والالجوريزم اللطيفة بتاعت السوشيال ميديا حتطلع له الحاجات اللي هو بيحبها دايما انت بتخاف من السوشيال ميديا على ولادك جدا جدا وبتمنعوا معاها لا خالص بس بتابع مش برائب بتابع وده فرق جدا بالاتنين يعني انا حب بتابع واتكلم معا يعني انا فيه مرة من المرات كنت شايف حاجة فيها ريمبو اللي هو العلامة بتاعت المثلية فابني ده معز ده ستة ابتدائي فبقول له ايه ده معز انت الكلام ده ما ينفعش حبيبي يعني تبقى بتتفرج عليه كده قال لي عشان ريمبو طلعا طلعت انت الحاج اللي عاد في البيت فطلع انا مش عارف قال لي لا لا يا بابا ده هبل هبل ناس ايه كلام سيبك من اصلا ما خلص هو وانت قاعد وانا هو خلص القضية خلص قصة بايه؟ طبعا بان ان انت شفته بان انت خلته يتفرج وان انت خلته يميز وبعد اما ميز واخد قراره خد قراره واخد قراره صح انا نفسي ان احنا نتعامل مع ولادنا بفكرة ان سيبوهم يجربوا لان ده اللي حصل معنا احنا لم نتعلم بالنصيحة احنا تعلمنا بالتجربة ومع ذلك احنا مصرين ننصح العيال لعيالنا ومصرين ان هم يسمعوا النصيحة بتاعت لا نسيبهم يجربوا دي الجائلية يعني ده الرفض لكل حاجة اللي انا بقول دايما الراديو اترفض والتلفزيون اترفض مش احنا جيلي التلفزيون اللي بوزعنيه كله عايدمركو طلعكو وعاهاتو وبتاعها في الاخر طلع مننا ناس يعني في عاهات طبعا كتير بس اصد يعني دفنة اللي فيه ناس عادية طلعت وقدروا تختارك وتكمل اصد انه دايما الجيل الجديد متحار من الجيل القديمي لغاية ما الجيل القديمي منه والاني وهي دي سنة الحياة وانا مبسوط ان حوارات زي دي بتحصل يعني انا مبسوط ان حوارات زي دي بتحصل في برنامجك وعلى انجوم افهم تحديدا كمان لان ده معنا الرجل اللي بيسمعنا دلوقتي هو معدي في اشارة وقفة وبيسمع والست اللي معدي برضو في الاشارة والست تعدي براحتها والعربيات كلهم كلهم لما يسمعوا الكلام ده في برنامجك انا هظن ان ده ممكن يعني يعمل حاجة كده في عادة ضبط المصنع اللي في في دماغ بعض الناس في علاقتهم مع ولادهم تحديدا نظبوط احنا كنا محظوظين بان رغم كل التشدد اهلينا كانوا بيسيبونا في لحظة ما نظبوط صح محظوظين احنا كمان محتاجين خدنا قرارات صح يلا ناخد هنا يا فاتح يلا بينا ونشرب قهوة ونرجع تاني بقى نعلم على الحاجات دي كلها بطريقة مختلفة جدا يلا معنا النهاردة الدكتور محمد فتحي وصديق العزيز وبنتكلم في موضوع حساس جدا لمس كل الناس لانه منطقة ادب الطفل وقراءة للطفل واجيب كتاب عربي ليبني ولا اجيب له كتاب اجنبي يقرأه انجليزي وبعدين اقول بقى الحق ده ما بيقولوش عربي يا فتحي ده بيقرأ انجليزي بس وانا عندي نظرية انه اقرأ مش مهم عربي الانجليز بس مو منك بتقرأ ده ده الاهمة بالنسبالي بس انا عزيز اقسل بصراحة وده حاجة بتقفلني خالص هو لازم ادب الطفل يا فتح يبقى بيحتوي على رسالة تربوية طب ما الادب الكبار مش كله كده مش معنى ادب الطفل لازم نربيه واحنا بنمتعه بصراحة وده من المفاهم القديم عن ادب الطفل يعني التسلية في حد ذاتها الامتع في حد ذاته المتعة احنا دلوقتي كنا بنتكلم من شوية في موضوع التعليم وتطوير المناهج هو ايه اللي بيخلي العيال مش عايزة تروح المدارس ايه اللي بيخلي العيال مش عايزة بتكره الكتاب المدرسة ان هذا الكتاب غير ممتع انا لو خلت له فيه متعة في هذا الكتاب حيبسط به يعني اعتبره كتاب ينفع يقراه في اي وقت كذلك كتب الاطفال كتب الاطفال لما بتحشرها قيم وبتغرس فيها بالعافية كده تلوي درعها عشان تروح ايه لمرال معين بشكل مباشر بتتحول الى خطب رنانة وحاجات ما ينفعش انها تقدم لطفل لان الطفل زهقان من فكرة اعمل وما تعملش قل ولا تقول افعل ولا تعفل فاكر فتح زمان لما كان يقولك موضوع الرسم ارسم العيد القومي لمحافظتك وانا معرفش العيد القومي لمحافظتي بصراحة وانا عمر المشعر بيعملوا في ايه ما دي حاجة مستفزة جدا زي مثلا ما تكلم كنا بنتكلم شوية عن السوشي تخيل كتاب لطفل في منطقة من المناطق يعني كتاب الاطفال دوت اهم سما فيه ان يقدر كل الاطفال يقرون كويس ما ينفعش اقدم في كتاب الاطفال حاجة يفهمها طفل وطفل تاني ما يفهمهاش يبقى عندي خلل انا وانا بكتب هنا طبعا كذلك لما اكون انا عمالين نتكلم في ان احنا لازم نعرف احنا بنخطب مين وبنخطبه ازاي انا ينفعش اكلمه بحاجة بره بقته لدرجة تجعله مستغرب من وجودها يعني انا هكلم طفل يسكن في اقصى قرى الصعيد ازاي عن مطعم سوشي صحيح فانا بالنسبة له لا يعني اللي محتاجة اكلمه على حاجة كلنا نعرفها الاول بعد كده لو انا عايز اعرفه على الحاجات الجديدة واه اعرفه على كذا وعلى كذا وعلى كذا مشكلتنا في قدب الاطفال ان انت بتسعى للمرال قبل ما بتسعى للخيال صح فلما بتسعى المرال قبل الخيال بيبقى الولد بيعتبر ان ده محال محالنا انا ابص في الكلام لانه اي تربوي في الموضوع واي احساس نصح احنا ده احنا الكبار لما لايه حد بينصحنا او بنقوم يعني انت مش عايز حد يحينها لك كده في عينك بس اعايز اقولك على حاجة انت ممكن تعمل الكلام ده بشكل ممتع طبعا يعني احنا لما بنتفرج على افلام حلوة بعد ما بتخرج من الفيلم الفيلم جمال اي عمل فني جمال الادب انه قابل لأكثر من قراءة يعني انت حتشوفه بشكل وانا حشوفه بشكل وشميس حيشوفه بشكل وكل الناس حتشوفها بشكل ده الجمال بتاع الفن انه قابل لأكثر من امتاع واكثر من وجهة نظر واكثر من طريقة انما مشكلة التوجيه في ادب الاطفال انه بيجبرك على نظرة واحدة بمورال واحد يقولك هزي القصة تتكلم عن حب التعاون خذ كلمة التعاون دي يعني تخليني اوه ما مشي دلوقتي من الستوديو اصلا يعني ليه حب التعاون نتكلم فيه مع الاطفال وليه نقولها له التعاون كده ينفع نقولها له كزا طريقة من غير ما نقول له التعاون وينفع ما نستخدمش المفردة بتاعة التعاون دي وبالمناسبة هايبقى عارفها يعني هو في النصة اتعاون اجتمعوا مع بعض ساعدوا بعض كل الكلام ده وتينفع يوديه للهدف اللي انا عايزه فانا كل ما اقلل الجرعة بتاعة المباشرة في قصص الاطفال انا اظن فيه حاجات كتيرة هتتحل هتتعمل بشكل جميل ولطيف ولزيزي طبعا انا عايزه لك سؤال هو انت ما جالكش لحظة يأس حسيت ان انا بقدف بحر كبير قوي نظرا لوجود اليوتيوب والسوشال ميديا والتيك توكات والمتع الولاد قاعدين طول وقت بنتي بتنام حطى الموبايل جنبها روكا وبعدين والكلب نايم على رجليها وحطى دماغها كده وتقوم نايمة والتيك توك شغال عمالي اديها ريلز ممتق انا بصراحة بيبعد بسرح معها اصلا بمبسط جدا جدا بتابع حاجات غريبة ايو الاصد يعني في الاخر هل انت ما حسن لكش كده لحظة هقولت انا هكتب ايه اللي هكتبه يخليمي يقومه جالي لحظة يأس تبعها لحظات تحدي لاني اعتبرت ان ده يعني ان ده تحدي جديد بالنسبة لك انت هتعمل ايه فبدأت اقرأ عن الموضوع واشوف الدنيا اللي بيحصل فيها فلاقيت ان فيه مصطلح عظيم جدا 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 انا اسف مرة تانية مصطلح عظيم جدا جدا اسمه الجيميفيكيشن التلعيب جاي من كلمة جيمز الجيميفيكيشن فكرة ان انا استخدم استراتيجيات اللعب فاي حاجة بعملها فخلي الموضوع ممتع يعني انا دلوقتي ايه اللي بيخلينا لعب اللعبة ان فيها مراحل للصعوبة وجزء من المراحل للصعوبة ديت بتفضل ليفل ورا ليفل ورا ليفل لغاية لما عايز توصل لليفل الوحش وتفضل وتقفل اللعبة تقول انا عايز العبها تاني عشان فيه وحش تاني وتالي فتعلمت ان فيه حاجة اسمها قصص التفاعلية اللي بتستخدم الجيميفيكيشن دي ان انت تبقى فجأة فوسط القصة بس فيه القصة دي مش هتكملها الا لما تحل اللغس اوكي فتتحول القصة الى جيم انتراكشن ده بيعمل شغل جامد عمل القصص دي في مصر بس لسنة اكبر شوية دكتور احمد خلي التوفيق وبدأ عدد من الناس يفكروا اكتر طب احنا نعمل ايه زيادة فبدأ يبقى فيه القصص اللي هي المالتي ميديا اللي هي انت بتقرأ القصة بس فيه باركود تروح حطه على الموبايل اللي الولد ماسكه فالقصة بتطلع لك كارتون على الموبايل بتاعك او تسمعها اوديو تسمع الصوت نفسه ايه وبدأ يبقى فيه قصة يعني في كوريا مثلا يقولك ادب الاطفال في كوريا انت لما بتيجي تتعلم الطفل الالف به بتعمل حاجة لطيفة جدا بتمسكه لفكرة الالم الناطق فانت هو ماشي بالالم فبيتعلم ماسك الالم ماشي على الحرف فبكل ما يفوت على الحرف الالم ينطق الحرف اللي ماشي عليه فيحفظ يعني يحفظ ويفهم وبدأ يبقى يربط الموضوع عامل ازاي كل الكلام ده بقى كتاب الاطفال في مصر وفي العالم العربي قاعدين عليه يعني اعرف ناس شغلوها مش شاغل ان ازاي الوسيلة او الوسيط يعني لو احنا بنتكلم بقى كلام يعني اكاديمي شوية الحاجات كلها عبارة عن وسيط يعني انت بتقول ان توتا بقى بتتفرج على تيك توك اذا القصة بقت موجودة هنا طب ما جاعمل القصة بتاعة الاطفال هنا من الاول صح طب انا الولد تركب التكنولوجيا الولد بيحب الابليكيشن طب ما انا اعمله القصة على ابليكيشن وخليه هو اللي يحركها طب ما انا اخلي الولد هو البطل ففرغ الصورة فحط صورته هو فيبقى حاسس انه هو البطل اللي في القصة فعايز كل الكلام ده بدأ دلوقتي الناس تشتغل عليه وشغل عليه كويس جدا وبدأت تطلع متائك طيب وفي رقم بس مجرد رقم لو احنا معنا مية طفل انت حسس النتيجة اثرت في كام واحد لغاية النهاردة الكتب التفاعلية اه لسه بتأثر في اربعين طب ده عدد رهيب ده كنا انا قلت هتقولي خمسة سبعة لا هتأثر في اربعين اربعين بس خلي بالك كلام اربعين وحنا حاجزين عنه من موبايلات بس انا عايز اقولك ان حاجة من الدروس المستفادة في قدب الطفل ان عمر الطفل ما هيقرأ لوحده الا لو انت اللي بتشجعه على ده فانت لو مش قاعد معا يعني بتقراله بتقراله من كتاب مش هيحب الكتاب طبعا اكتاب في البيت محطوط على المكتب ده ما هتش يقرب منه انما انت امسكه وشوفه وغير صوتك وانت بتحكيله وقوله يلا انت هتلعب دور كزا وانا هلعب دور كزا كونه العادة اعمله العادة زي ما حضرك بتقول كده هتبقى الحكاية سهلة جدا انما تخيل انت الولد ما بيقراش هو شايفك بتقرأ هو شايفك قصاد طول الوقت ماسك الموبايل هيعمل زيك هيعمل زيك طيب انت عايزه يقرأ لان انت كنت زمان بتقرأ مش شرط اللي كان بيعجبك زمان يعجبه دلوقتي دور على اللي يعجبه دلوقتي وقدموله في صيغة مقروقة بس لو سمحت اقرأ معي عاجبني عاجبني اشتريت اشتريت التبسير جدا معنا الدكتور محمد فاتحي اتكلمني في علمات مهمة جدا جدا عن فكرة قدب الاطفال والحاجات اللي بتققى في قصاده وازاي بنقدر نتخطها وبصراحة انا شايف ان احنا سمعنا منك حرب حقيقية عشان بنقدم يقدر يرجع تاني يعاود دخول هذا العالم على الاطفال ازاي نقدر نتطلعه بشكل مختلف سؤال سريع مش عايز اضع فيه وقت بس عايز سألك سؤال كنتاب اللي احنا ذكرناهم في الحلقة وقلت ان هما ناس بيكتبوا ادب طفل حديث وجميل ومحترم بدون ذكر مين لان ده لا يجوز هل انت شايف ان في حد منهم مدرك للتطورات الخاصة بالAI والتطورات اللي انت بتقولها وبشتغل عليها ولا كله لسه في اطار القديم لا فيه ناس بتدور وفيه ناس بتبحث وفيه ناس عاملة مشكلتها اصلا انا اعيز اقولك على حاجة مهمة جدا الAI ده قد يكون بالنسبة للبعض رفاهية يعني انا مثلا عندي كاتبة مهمة جدا زي سمح ابو بكر عزت بتنزل مع المبادرة الرئاسية اللي اسمحها كريمة للقرة والنجوع هي حتكلمهم عن الAI حتكلمهم وبتحكي لهم عن الAI لكن في نفس الوقت هم عندهم الAI ده حاجة بعيدة جدا جدا هو عايز يعرف الواقع بتاعه الاول هو عايز يفهم ايه اللي بيحصل حواليه فانا اظن ان دي يعني مرحلة قادمة عند كل كتاب الاطفال لا استطيع ان انا اقول ان اللي ما بيتكلمش في الAI هو لسه متاخر لكن اللي مش عارف AI لا اظن انه هيكمل كويس لان في موجة قادمة كنت بترشح لي من شوية كتاب مهم اللي هو انت اللي مرشحوا لي من شوية بتقول لي ان الموجة القادمة للحاجات اللي يعلى قبل AI لن يستطيع احد تجاهلها لان انت لو تجاهلتها التطور هو اللي حتجاهلك التطور مكمل ففي لحظة من اللحظات الطفل ده وقت ممكن يبقى قادر يعمل قصته من خلال AI هو اللي يعملها ويرسمها ويعمل كل حاجة وانت ورتني نمازج لطيفة جدا ان انت بتقول اللي في دماغك واللي في نفسك وممكن يطلع لك فيلم ممكن يطلع لك قصة ممكن يطلع لك اغنية مش من اسمع النهاردة نلاقي مسلا اغنية شعبي بصوت مكلسوم او عبدالحليم صحيح بصوت تاني بس انا بقى هتيجي الخناقة اللي انا اعتقد ان هي جاية واللي ممكن نوع ده انا وانت بقى نتكلم فيها كتير هو ايه اللي هيكمل وايه اللي مش هيكمل هل كل حاجة فينا هو اللي بيعمل هو اللي بيسوي ولا في لحظة ما هتبقى شبه كل اللحظات اللي فاتت علينا مع كل الميديا الجديدة واي ابتكار جديد جي ان احنا متاخدين بجماله وبسطوته وبقوته في الاول لكن بعد كده هيخفض حيتراجع فيسبوك كلوقتي يتراجع لما طلع لتيك توك والتيك توك حيتراجع لما بتكلم في سوشيال ميديا الايه ايه ممكن يتراجع يبقى موضة قديمة لو جات حاجة تانية احنا لسه مش عارفينها. صح. وهي دي فكرة قوة الخيال اللي عندك. ان الخيال يديك امل مش مش يقفل عليك الحنفية. الخيال هو اللي بيبدأ العلم على قليل منك. الله ينوران. قال كده. قال ان الخيال اهم من العلم نفسه. لانه ده السبيل اللي بيخليك توصل انك تتخيل فتبتدي تدور. وده الخيال العلماء هو القضوا من الفضاء وقضوا من كل حاجة. انت دوت اول واحد من اول الناس اللي تكلموا عن قلة الزمن وعمل رواية عن كده. عشرين الفرصة اختحت الماء. اتكلمت عن الغواصة قبل ما تبقى فيه غواصة. صح. مازموط. كل الكلام دوت احنا تعلمناه من الخيال. فكأن الخيال هو اللي بيمهد الطريق لكل حاجة كويسة. طبعا. آآ سؤال. دلوقتي آآ في حاجة اسمها حكاية لعبة. آآ. ممكن تحكي لنا حكاية حكاية لعبة. ودي طبعا موجودة في قائمة شرف المجلس العالمي لآآ كتب الاطفال. ايه الدكتورة نادي الخولي وعدد من الخبراء والكتاب. آآ دكتور ابراهيم شلبي. دكتورة مونال هبلوم. هيسم شكري. آآ راني حسين امين آآ آآ خايف اكون ناسي حد بس كلهم اساد زكبار كل المجلس على راسي. قاروا هذه القصة لان هما بيفتحوا ودي اهمية وجود مثل هزا المجلس في البلاد مختلفة يعني. مجلس معني بكتب الاطفال واليافعين. بيشوف ايه اللي بيتكتب. وايه اللي بيتعامل. وبيقرأ. وبيفتح الباب لان كل دور النشر تقدم الانتاج والابداع بتاعه. وبينطقوا منه اللي احنا كنا بنتكلم عنه في اول الحلقة. ما يستطيع اي طفل في اي بلد في العالم ان هو يقراه. بدون ما يشعر بحواجز. بدون ما يشعر بان هذا الادب مكتوب لطفل غيره. ويقرروا ان هما يرشحوه. هل ادب الطفل مشكلته في الطباعة بتاعته اللي لازم تكون ملونة وفاخرة شوية عن الادب العادي. فبيبقى غالي بالنسبة بعض الفئة. فاذا ده بيعمل حاجز برضو شوية. ان دور النشر بتستتقل طباعته. فالناس بتستتقل بيعه وهكذا. وهل الكتاب الالكتروني في المرحلة دي للطفل يعتبر اسلم شوية عشان يوفر ده? ده اللي جاي. وبالمناسبة اللي جاي ده بقى موجود دلوقتي. بس اكمل لك الاول حكاية لعبة لانهما اختروها في قيمة الشرف المصرية. وهما رشحوها في قيمة الشرف العالمية ادرجتها ضمن قيمة الشرف العالمية. اللي هي هتلف جميع المعارض العالمية. وهتتحكي عن طريق حكاوتية في المدارس العالمية. وهتترجم وهتتباع في اماكن مختلفة. عشان الناس يعرفوها كويس جدا. فلازم اشكر المجلس المصري للكتب الاطفال واليهافرين. موضوع الطباعة ده بقى. استنى بقى طب حكاية لعبة عبر عن ايه برضو? ايو. حكاية لعبة هي حكاية لعبة. قررت ان هي تترافع عن نفسها. لما جيه اه مدرس عشان يشتريها يهديها لطالب متفوق. ففرحت جدا. فصحيت من النوم على خنائة نظر المدرسة. مع المدرس يقول له انت ازاي تجيب له لعبة زادين? انت كان لازم تجيب له لعبة من العب الزكاء. اللعبة دي ما تنفعش. عايزين لعبة تنمي الوعي. اتهانت اللعبة. عايزين اللعبة شعرت باهانة. طبع. الكلام اللي احنا كنا بنتكلم فيه من شوية. انا لازم ادي مرال. لازم لازم الولد يعني اول لعبة يتعلمها هي الشطرنج. عشان ينمي زكاؤه. لازم الولد. اه لا. انا كنت بعلم اختي الشطرنج غلط عشان اهزمها. مش عايز احكي لك. لو سمعيني دلوقتي سامحيني على الهواء انا بقول لك. توليفة باعترافات ليلة. ايه. فاللعبة بتبدأ تترافع عن نفسها. وبنسمع حكايتها. وبنشوف في الاخر المفاجأة الحلوة اللي مش مش هينفع حرقة. هم شافوا ان في هذه القصة اه ابعد انسانية جميلة. وشافوا ان فيها انواع من انواع احترام الاختلاف واحترام التنوع واحترام حتى فكرة الاهتمامات بتاعت الناس اللي حوالينا وبتاعت الاطفال كلهم. فادرجوها فانا ممتن اليوم كده. طبعا. الجزء بتاع الطباعة خليني اقول لك على حاجتين مهمين. اكتر حاجتين بيكلفوا في كتب الاطفال هي الرسام. والطباعة. صح. الرسام بياخد ارقام كبيرة. يستحق طبعا كل الفنانين على عنا وعرصنا لكن فجأة بقى عندنا الحاجة اللي انت بتقول عليها دلوقتي دي اسمها اللي ايه? الAI. فاحنا دلوقتي العدد كبير من الدور النشر بدأ يفكر في فكرة انتاج الكتب منخفضة التكاليف من خلال الاستعانة بالAI بدل من الرسامين. فبقى عندنا مشكلة دلوقتي. ناس تانية قيت لك طب ما احنا نشيل البند بتاع الطباعة. فعملوا ايه? فعملوا تطبيقات الكترونية بينزل عليها الكتاب الاطفال مباشرة. انا مش هتبع. انا هنزلها على الابليكيشن. اوكي. ويبدأ الابليكيشن ينزلها مسلا ان انت تدوس على بلاي. فالقصة تشتغل فتسمعها بالصوت وتشوف القصة المرسومة يترسمها بطريقة معانية كده بحيث ان هي تتحرك حركة بسيطة. او كوميكس. او ممكن يعملها كوميكس. او يعملها تودي انيميشن. بس شال تكلفة الطباعة. شال تكلفة الطباعة خالص. يعني هو او خلي الرسام. بس عمل حاجة حل تقني بسيط كده. وخلاص. دلوقتي بقى في فكرة كمان النشر الزاتي. هو الكاتب يقول لك انا ادور ليه على دار نشر. انا هجيب انا ورسام. ونتشترك مع بعض وهو بنسبة وانا بنسبة. هو هيرسم ببلاش وانا هكتب ببلاش. وحننزلها على موقع الكترون. ومن فلوس الموقع الكترون ده هنقسم ما بيننا النسب. واو. فالموضوع دلوقتي رايح في الحتة دي. وراح بقوة. يسا. فاتمنى ان الناس بس تبقى مدركة ان دايما بقى فيه البديل. يعني لو انت هتبقى عندك مشكلة في حاجة. دايما مش هنجد البديل مش هتعطل خلص. صح. يلا هدو هنا ونرجع. يلا بينا. نسمع بقى الاخير في القصة دي كلها. مع التوليفة. مع احمد مراد. برعاية اعريد. على نجوم افقام. ونجوم افقام تي في. رحلة غريبة جدا. النهاردة عرفناها كواليس كتابة كتب الطفل. ليه مفيش كتب طفل عندنا. ليه بنجيب لهم خواجة. ليه. الطباعة فيها مشكلة. عارفنا قصة حكاية لعبة اللي فازت طبعا بجواز دولية. وعارفنا انه المجلس الاعلى اللي كتب الطفل. العلامي اللي كتب الطفل اهتم بهذه الحكاية. انا حقيقي يا عزا اكتبعاتي واحدة بقى على البيت عشان ما نعملش مشاكل. وعاز اسألك على حاجة فاتحة. دلوقتي انت بتعمل ايه انت للاطفال دلوقتي? ايه اعمالك الجاية او انت بتحضر ايه? دلوقتي انا مهتم جدا. عم اتقدر ناشر لطيفة كده اسمها ارجوحة. اوكي. اه مهتم جدا جدا بفكرة ان الموضوعات اللي بتكتب في قدرة طفلة تبقى موضوعات غير مطروقة. يعني محدش اتكلم فيها قبل كده. الموضوعات اللي الناس خايفة منها. الموضوعات اللي الناس ممكن تقول هو ازاي طفل يتكلم في الفلسفة. لا ايه هيتكلم في الفلسفة. ينفع الطفل ده يعرف اه يعني ايه تضخم ويعني ايه الدنيا غالية وينفع يبقى عنده وعي مالي وبقى عنده وعي بيئي وبقى عنده كل حاجة. سن نزل فاتحي صاح? يعني ما بقى ناش شابه طمنتاشر بتاع زمان بتاعنا ده? لا 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 لا. بقى اتناشر دلوقتي وحداشر. اسهل اولادك. اه. انت وانت في سن ولادك وتتعرف لهم ما يعرفوه ده? لأ. حتى في على مستوى المناهج. احنا انا عندي تجربة ابني في ربع ابتدائي لما كان في ربع ابتدائي واتطبقت عليه المناهج الجديدة. كان اوليها الامور بيسرخوا من فكرة ده منهج دكتوراه ده. ايوة ده بالنسبة لك انت كده. مش بنسبة ابني انا اللي اتربى بالشكل ده بالطريقة دي. في حب المنهج ده في ربع وخمسة وستة انا شفت تغير فيه شخصيته. مم. مقارنة باخواته اللي درسوا المناهج القديمة. ودي ممكن يعني اقولها وانا بضمير مستريح. يعني اه تجربة شخصية لكن اه ممكن حد يقولك دي ما تقدرش تتعمم لكن الفكرة في في المقاومة. انت حتقاوم لغاية فين? انت في حاجات ما نفعش تقاومها. يعني حاجة جديدة ابنك حيتعلمها ما تقاومهاش. صح. يعني ده اللي انا نفسي فيه. ادب الاطفال بعمل حاليا دلوقتي حاجة ليه علاقة بالحكي. حكايات الاطفال. احنا اتفقنا ان لازم يتحكي فعامل كده فكرة على السوشال ميديا هتنشر قريبا ان شاء الله. اه ان احنا ازاي بتتحكي الحكاية. جايب عدد من الاصدقاء والصديقات العزيزات. اه صديقتي وشاركتي لدائمة ياسمين نور الدين. اه جايب الحكواتي العظيم هيسم شكري. جايب زميلتنا الكاتبة بسانت ابراهيم. بيحكوا قصص اطفال. ده موجود على اليوتيوب? هينزل على اليوتيوب مع يعني. اسمه ايه طيب? ممكن تقول لنا للناس عشان برضو يبقوا عارفين. اسمه حواديد. 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 يعني يكتبوا ايه على السرش? يكتبوا حواديد. يكتبوا حواديد ارجوحة. حواديد ارجوحة. ده ترشيح مبدئي كده على الحكايات للاطفال على هيبقى ينزل على بلاتفورم معين او حاجة بعد كده? لا انا يعني عامزين نعمله مجاني للكل في البداية. اوكي اوكي. وثم بعد كده بناء على الردود الافعال هنقرر بقى ان كنا نعمل على بلاتفورم. وده حلم الكبير بقى اللي انا اتمنى اتمنى ان انت شخصيا تساعدني فيه. ارجوك. ان نفسي في بلاتفورم. يعني ازا كان هذا البرنامج برعاية ايوريد. طبعا. وازا كان ايوريد في فترة وفترات عملوا كده مهمين جدا المرأة واللاين بتاع الاطفال اللي انا عرف ان هو في خطتكم يعني. انا اتمنى يبقى فيه فعلا للاطفال يلاقي فيه كل اللي هو عايزه. الطفل اللي هيلاقي فيه العاب بس العاب من انه نوع. العاب من التي يعني زي ما كانوا بيعملوا معنا كده زمان في مغامرات ظهوري. يقول لك السلسلة الوحيدة التي لا يجد الاب والام حرجا من وجودها في ايدي ابنائه. اه. انا نفسي في لعبة لا يجد الاب والام حرج من وجودها في ايد. عايز اقول لك ان انا حارض كل اللي انت بتقوله ده. ونشوف ايه الميكانيزم اللي موجود جوه. جهز جدا. نقدر ان نضم الفكرة دي بشكل كبير. يعني ان شاء الله لازم نعمل ده جدا. انت كمان لازم تقول لنا لو في معاد معين لارجوحة انه هيبقى موجود على اليوتيوب. اه برضا عشان الناس تتابع. وطبعا صفحة محمد فاتحي باسم محمد فاتحي. طبعا هيبقى عليه اكيد الابديتز كلها. صفحة ارجوحة كمان لو طبعوها هيضفوا كمان. صفحة ارجوحة. ارجوحة. اوكي. اه طيب انا عايز منك بعد ازنك لان البرنامج دايما بن بنبقى عايزين نرشح للناس كتب لان دي من قصر الحاجات البيخة اللي ما بتبقاش اه موجودة ان انا مش عارف اجيب ايه. عارف وده بيعطلني كتير. كحد عايز اقرأ مسلا. فانا لو انا عايز اجيب لابني او بنتي خمس كتب مهمين او خمس كتب انت ترشحهم حتى للاباء يعني مش لازم. خمس كتب سن كام. اه دي بقى الفكرة اللي لازم نقولها. سن كام. يعني خلينا اقول كتب وهقول كل الكتاب مثلا. اه دينا عينات كده. يعني لو انت بتدور على كتب ليها علاقة بالمشاعر. في كتاب مهم جدا اسمه الحنين. الكاتبة عمانية اسمها عائشة الحارثي. والحنين ده بتحكي عن الحنين. ازاي الحنين بيزورنا. ازاي واحد شعر بالحنين لبلده ولما سافر. فازاي وصلت فكرة الحنين دي لطفل صغير دي قصة من القصص البديع جدا. نكتب ورا محمد فتحي بقى وبلاش. في قصة اه نسيبة العزيبي وهي ونا بقول يعني العرب اولا يعني عشان احنا عندنا اسات زكبار بعد كده هقولهم في مصر. قصة نسيبة العزيبي اللي اسمها البطل الخارق. بطل خارق فجأة بيحس انه متدايق من كل حاجة. وبعدين بيبعد بعيد عن البلد. فبيجيله الحكيم يقول له انت بداي ليه. فبيقول له الحكيم يقول له جايز عشان انت خارق. طب ما تجرب شيء للجناحات. طب ما تجرب شيء تجيء. فلما بقى بني ادم عادي خالص تماما تماما. بقى اسعد واحد في الدنيا. فشوف المورال اللي وصل وصل ازاي من غير ولا كلمة. نسيبة? نسيبة العزيبي. طبعا اه في يعني براند كده اسمه سمح ابو بكر عزت. في براند اسمه امل فرح. في براند اسمه دكتور عفاف طبالة. في براند عظيم اسمه الاستاذة فاطمة المعدول ربنا يشفيها ويطمن عليها رب. دي براندات في علم الكتابة للاطفال في مصر. وفي بقى الاجيال في اجيال متميزة جدا. انا مش عايز بس انسحد. في بسانت ابراهيم تكتب كويس جدا. في احمد العباسي. في يعني مش عايز انسحد في اه اه هجرة الصاوي. في اه يعني اسمه كتير جدا. يعني اتمنى اتمنى. وبعتذر جدا لو انا الاسمه يعني سقطة من دباغي. لكن. اذكر بقى بما اننا بنختم وبنتكلم معنا الترشحات. خلي ابنك يقرأ الكتاب اللي يعجبه ومش الكتاب اللي يعجبك. الله عليك. حلو اويدا. اذا سمحت. وحاجة تانية كمان. لما تاخده المكتبة انت رشح له. انما ما تفردش عليه. مهتم باللي انت بتفرده. طبعا. ولو انت قررت ان انت في حاجة عجبك وعايزوا يقراها. اقراها معاه. ما تسيبهوش يقراها لوحده او تسيبها له كده. وحاختم بتجربة شخصية حصلت لي مع ابني الكبير. عمر دلوقتي النهاردة عيد ميلاده كل سنوة طيب. كل سنوة طب يا عمر. بيتم تمنتاج حسنا. كل وغد. كان رجبة كده. قد الرجبة. طبعا. طبعا. ربنا خلولي حبيبي. فعمر كان ما بيهبش اليه خالص. على الاطلاق. الى ان الى ان اكتشف العالم بتاع نبيل فاروق. اللي هو اللي احنا اكتشفناه وحنا صغرين فاببساطنا. الى ان اكتشف الكوميكس. ما فيش رجل مستحيل ولا نبيل فاروق ولا احمد خلال توفيق. جديد دلوقتي. بعد راحلهم طبعا. للأسف ما فيش. بس في محاولات. ففي محاولات لازم نسقف لها شيرين هنائي مثلا. اوكي. في محاولات لازم نسقف لها سيد زهران ولا الشربيني والهاني حجاج والاحمد فكري. في بعض الناس كده بيحاول. لمسة? لمسة لشباب الصغير? لسا شواي. لسا شواي. شيرين في احمد يونس وهو من الاصدقاء العزاء جدا اللي عاملين شغل كويس وهو محترم جدا مع الشباب لا عامل شغل عظيم يعني. حيل. اخر حاجة عاز اسألك عليها. دلوقتي انت رشحت حاجات للناس يقررها لولادهم. في حاجة ترشحها للاباء. عشان يعرفوا رب ولدهم. او يعرفوا يتعاملوا مع الولادهم. ده سؤال عظيم جدا ومهم جدا جدا. بس مش حانسة طبعا ارشح كمان مهند العقوس وبسمة الخطيري. ومش حانسة ارشح هلاق عرفة ونور الهدى محمد. مش حانسة ارشح حيسم شكري. وكحكا وهيسم عبد الربو السيد. عندنا كاتب مهم جدا اسمه هيسم عبد الربو السيد. صاحب المبادرة بتاعترابية الحوادث. بالنسبة للتربية. معانا اسماء يعني وترشحات. نرجع الحلقة نكتب ننزل نجيب. ما فيش مشكلة خالص. الله يخليه. التربية للأسف ما عندناش محتوى عربي حقيقي تتطمن له لانه اغلبه مترجم ومترجم مترجم كويس بالمناسبة بس ان انت تدور في الحتة بتاعت التربية خليني رشح لك مثلا اه حرشح فيديوهات مش حرشح. عندي كتاب بعد اذنك حقوله. مهم جدا في الحتة دي. فقط. الكتاب ده افدني جدا جدا وهو منهج اريك ركسن طبيب النفس. طبعا. اللي بيتكلم عن اول ست سبع سنين في حياة الطفل. طبعا. وهو بيت تقبل العالم ازاي. وبيفهم ايه. وشايف ايه. وما نعملش ايه وقده نقص بتكون ازاي عنده. انا اعتقد انه اي قبل وام المنج ده موجود على الانترنت في اتنشر صفحة بيبر. مش لازم حتى يتقري كتاب كامل. ملخص يعني. انا عن نفسي انا هقول هذا الترشيح. وطبعا. يعني محاولة مني ان انا بس يعني خلناس تقرأ حاجة مهمة يعني. في محاولات يعني على مستوى الفورجة ودي احنا بنعملها كتاب فعلا دلوقتي. دكتورة رانا هاني. رانا هاني هي اخصائي اه تربية ايجابية وتربية والدية. تربية والدية. لان المفهوم ده مهم جدا ان احنا الاهل لازم يتربوا ازاي يربوا. اصلا. هي دي التربية الوالدية باختصار بالبلد يعني. انا يعني فيه اب بس هو مش عارف انه اب. هو يعني بتعمل عادي. ما يشوخ بالله لازم يبقى اب عشان يقدر يدي حاجة. بالزبط. بالزبط. بزبط. فيه برنامج اسمه جروب المامز. نوك. على قناة مدرستنا. طبع وزارة التربية والتعليم. يعني حاجة حكومة حكومة هائل. ومجاني وفيه بقى تطبيق. اه طبعا جروب المامز بتقدمه ياسمين نور الدين واي معليه ناس مهمين. بس فيه لعبة انا لازم اختم بيها. انا بشوفها خطوة مهمة في التربية والتعليم. الاتنين هي من انتاج وزارة التربية والتعليم. حاجة اسمها تطبيق الكتروني يا احمد اسمه تطبيق مجاني. اللي عامله وزارة التربية والتعليم. ايه فايف ساكنز? انت راجل اول ما هقولك هتعرف هم عاملين ايه? مواقف درامية حقيقية بتحصل في المدارس المصرية. الممثلين اللي فيها كلهم اطفال. مين اللي بتخرج المواقف الدرامية دي اللي هو اكتر من خمسين قصة? مين اللي تخرج مين اللي اخرجت ده? سندرا نشأت. اوه. يا رب يا الله. سينما سينما ايه. مش دي بس بقى الحكاية. مش دي التركاية. خد التركاية التانية دي. الولد في الفصل فحصل بينه اه 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 حد رح اعمل فيه حاجة تنمر به اه اه يروح وقف فجأة. بوز. يقول للمدرس على ضربه ولا ما يقولش عشان ما يتلقمش عليه. في خلال خمس ثواني لازم تختار. يقول للمدرس روحت في سكة. مم. ما يقولش المدرس روحت في سكة تاني. تطبيق مجاني. وزارة التربية والتعليم. ده انا هنزله وشوفه ده. وحتتبسط بجودة سندرا نشأت يعني عاملة وكمان الشغل التربوي اللي فيه. دي مواقف حقيقية اللي هو انت لما ابنك بيجي يحكيها لك ولا بنتك تيجي تحكيها لك تقول طب انا اقول له ايه? طب اعمل ايه? لا اتفرجه وحتتبسطه. يا فاتح انا مش حافة اقول لك ايه. ده انا اللي مش حاجة. متشكر على الحلقة الجميلة دي انا استفدت اوي فوق متخير. اه يعني ادعي ان انا في مناطق فعلا انا بفاهم ان انا بفاهمها بس انت مشيت امطار وكيلو مترات كتير اوي فيها. بشكرك على انك بتعمل ده لاني ده صعب ومش بيسعى الى يلا هنبيح هنكسب كام ونعمل حاجة تفرع قد ما هو انت بتحفر في بتحاول تحفر جوامية وده شيء صعب بسط. كل الكام ده من الالوان على السوشال ميديا فانا بحييك بشكل صح يعني شخصي. واتمنى عشان خطري ما تبطلش ان انت بتعمله ده لانه رائعة. يا رب. انا مشكرك على حاجة تانية ان انت استحملت صوتي كده. يعني ان المستمعين برضو يعني يعني على راس. يسمح. نورت الدنيا. نورت التوليفة. نورت الجو مفهام. واتمنى اشوفك دايما هنا تكسر لنا. كل ما هتعمل حاجة هنستضيفك بعد اذنك. تدينا بس الابديت سيجير. متشكر كده انا في النهاردة كم معنا الدكتور محمد فتحي في التوليفة. واتمنى يكونوا فهمته انه لازم يبقى فيه منطقة قرية قدام الطفل عشان يقلد. يعني سيمبلي يعني لو شافها بجي تشرب سجاير هيشرب سجاير. هيبقى سهلة عليه يشرب سجاير. ولو شافك بتقرأ او شافك بتقري اوتوماتيك ده اللي هيحصل. فمش كيميا ومحتاجة قرية ومحتاجة مزاكرة ومحتاجة ان احنا نقول لهم شوية عشان ما نعودش يعني نتخاني معهم لما يكبروا لانك ما بتقراش ليه واحنا اصلا ما زرعناش اصلا ومنوا منتظرين الشجرة تطلع. فطبعا ده يعني لازم نفكر فيه بشكل كوي. هتوحشوني شوفك الاسبوع الجاي في التوليفة. سلام. كنتم مع التوليفة مع احمد مراد برعاية اي ريد على نجوم افقام ونجوم افقام تيفي.